لطالما كانت الجيوش على طول خط التاريخ هي الدرع المتين لحماية الأوطان والدفاع عن سيادتها وضمان أمنها واستقرارها وفيما يخص اليمن وقبل أن تسيطر الميليشيا الحوثية على الدولة وتنقلب على الإجماع الوطني كان الجيش التابع للنظام السابق قد خان شرف البلاد وسلم كل قوته وعتاده للميليشيا بتوجيهات من رأس النظام السابق حينها كان الهدف الأول للميليشيا بعد إسقاط الجمهورية هو إسقاط هيبة الجيش وتكوين جيش عقائدي ميليشاويا خاص بها وذلك مبدأ انتهجته كل الميليشيا الإيرانية في المنطقة العربية ابتداء من العراق ولبنان مرورا بسوريا واليمن تفجرت مقاومة شعبية لمواجهة العدوان الحوثية ومعها كان يقاتل من تبقى من قادة الجيش الشرفاء الذين انحازوا للوطن والجمهورية وبدأت نواة الجيش الوطني بالتشكل خلال سنوات الحرب الأولى ليصبح اليوم برجاله ومقاتليه هو حام البلاد وحارسها ورصاصتها الموجهة صوب الميليشيا الحوثية ومشروعها التدميري الإرهابي يتحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بإكبار عن المسئولية الوطنية الكبيرة التي حملها الجيش على عاتقه ويشير إلى الجيش الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستعادة مؤسساتها للمختطفة ومواجهة التحديات وإذ تختتمون أعزائي الخريجين اليوم مرحلة مهمة من التأهيل وتطوير القدرات فإنكم في الغد تحملون على عاتقكم مسئولية عظيمة حيث يشكل ما اكتسبتموه من مهارات ومعارف حجر الأساس لدوركم المستقبلي في صفوف القوات المسلحة والأمن وتأدية واجباتكم بكفاءة واحترافية عالية لخدمة شعبكم وأمتكم ونحن على ثقة أنكم ستكونون خير سند للوطن في مختلف المجالات تصريحات العرادة جاءت خلال كلمة خاصة في حفل تخرج عدد من قادة السرايا المدرعات والطيران المسير والهندسة العسكرية والأمن السبراني التابع للجيش الوطني في مدينة مأرب وفي حديثه عن ضرورة التدريب والتأهيل في مختلف المجالات تحدث عضو المجلس الرئاسي عن أهمية تشكيل عقلية المقاتل وترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح المسئولية لديه معتبرا أن القوة الحقيقية لا تستمد من السلاح فقط وإنما من الولاء لله والوطن والتمسك بالمبادئ والثوابت والقيم النبيلة وبقدر ما نحرص على بناء القدرات العسكرية وتوفير الإمكانات اللازمة من السلاح والعتاد نؤكد على أهمية ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح المسئولية كون القوة الحقيقية لا تأتي من السلاح والعتاد وإنما من الانضباط والالتزام والولاء لله والوطن والتمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية العرادة أشار إلى أولوية العمل على تطوير المنظومة والاستراتيجية العسكرية بما يتناسب مع تحديات الحروب المستقبلية بدءا من الأنظمة الإلكترونية المقدمة إلى الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية والأمن السبراني لتعزيز الكفاءة والقدرة القتالية التي تتيح للقوات المسلحة والأمن تنفيذ المهام بدقة أعلى وبأقل مجهود بشري ولأن العرادة منذ بداية الحرب وقف على الكثير من تضحيات منتسبية الجيش وعرف نضالهم فلم يبقل بالثناء عليهم واعتبارهم صمام أمان اليمن وحصنه المنيع ورجاله النجباء الأوفياء الذين دافعوا عن مجل البلاد ورايته الخفاقة في سماء العزة والحرية والكرامة لشك لدى الكثير من اليمنيين أن الجيش الذي تشكل من وحي معارك الكرامة واستنشق بارود النضال وسكب الدمى في محراب الوطن قادر على أهزيمة المشاريع الظلامية والميليشيات الإرهابية وتحقيق النصر الكامل إذا توفر له الدعم الكامل والقرار الخالص ودلك مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية كواجب وطني وتاريخي وأولوية ملحة ترجمة نانسي قنقر